أعدت الولايات المتحدة فتح سفرتها في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء بعد تعليق أعمالها تحسبا لهجوم روسي كبير حثت المواطنين الأمريكيين على اتباع تعليمات السلطة المحلية في حالة تأهب لغارة جوية والبحث فورا عن مأوى إذا طلب منهم ذلك فالوقت نفسي أعلنت إسبانيا وإيطاليا واليونان إغلق مؤسستها الدبلوماسية في كييف على نحو مؤقت وظلت السفرة الفرنسية مفتوحة وحثت مواطنها على توخي الحذر كما لازلت السفرة الألمانية في كييف مفتوحة لكنها تعمل بطاقة محدودة ولازل بوسع الألمان في أوكرانيا التواصل معها